السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي علوم فيزياء للصف الثاني متوسط الكورس الثاني أو الجزء الثاني عندي مراجعة الدرس صفحة 19 هاي راح أخذها أحلها مراجعة الدرس صفحة 19 قارن بين طبعا بس هذه الصفحة راح أخذها إن شاء الله على الفيديو اللاخ نحل صفحة 21 قارن بين الإزاحة والمسافة مثل ما أخذت بالدرس السابق قلت الإزاحة تعريفها هذه الإزاحة مقارنة يعني تعاريف نقول الإزاحة هي أقصر مسار مستقيم يسلكه الجسم للانتقال بين نقطتين البداية والنهاية باتجاه ثابت وهي من الكميات الاتجاهية هاي شنية هاي الإزاحة ويريد المسافة قلت لكم هي طول المسار الذي يسلكه الجسم للانتقال من نقطة إلى أخرى وهي من الكميات المقدارية يعني المسافة هي من الكميات المقدارية والإزاحة هي من الكميات الاتجاهية زين ما مميزات ثانيا ما مميزات متجه الإزاحة هذن اللي يتلت نقطة مميزات اتجاه متجه الإزاحة أولا بداية السهم يمثل بداية المتجه اثنين طول المنتجة يتناسب مع مقدار الازاحة واتجاه المنتج هو اتجاه الازاحة هاي جواب النقطة الثانية من مراجعة در الصفحة 19 هذه اخذنا اولا وثانيا نجي على ثالثا متى تصبح سرعة جسم مساوية للانطلاق طبعا متى تصبح نقول عندما يتحرك الجسم على خط مستقيم وباتجاه ثابت وبانطلاق ثابت فيكون مقدار الانطلاق هو نفسه مقدار السرعة اعيد جواب النقطة الثالثة اقول عندما يتحرك الجسم على خط مستقيم وباتجاه ثابت وبانطلاق ثابت فيكون المقدار الانطلاق هو نفسه مقدار السرعة خامسا عبر عن مفهوم التعجيل بعلاقة رياضية طبعا التعجيل تغير السرعة على الزمن هذه العلاقة الرياضية التعجيل تغير السرعة على الزمن أي يساوي دلتا V على T التفكير الناقض صباح كل يوم عند ذهابك للمدرسة فإنك تسير 200 متر وبعد الظهيرة تعود من نفس الطريق احسب مقدار الإزاحة الكلية ومقدار المسافة الكلية التي تقطعها هذه أنا خليتها بهذه الورقة شوفوا قلت التفكير الناقض قلت أول مرة XR X1 زائد X2 نقص 200 يطلع لنا صفر لأن الإزاحة الثانية معاكسة للإزاحة الأولى يعني ما دام عدي شارات سالبة فتكون صفر نقول D total يساوينا D1 زائد D2 200 زائدة من 200 يطلع لنا 400 متر المسافة الكلية هاي جواب النقطة الأولى من التفكير الناقض الثانية يقول لماذا يتطلب معرفة السرعة المتجهة للرياح من قبل قطان الطائرة وليس مقدار سرعة الرياح فقط خلال الرحلة هم كتبتها بهذه الورقة خاف من تلاحقون أخذوا له صورة أقول له لأن اتجاه الرياح خلينا أقرأ لأن اتجاه الرياح له تأثير على مقدار سرعة الطائرة حيث إذا كان اتجاه الرياح معاكس لاتجاه حركة الطائرة يتوجب على قطان الطائرة من زيادة سرعة الطائرة أما إذا كان اتجاه الرياح مع اتجاه حركة الطائرة فيمكن للطيار أن يقلل من مقدار سرعة الطائرة أخذوا له صورة خف حتيية بصوت مو بصوت يعني أسرع هاي يعني حل مراجعة صفحة 19 مثل ما قلت لكم نحل مراجعة الفصل الفيديو الجاي وبالتوفيق